المجلس الشورى المرافقية التنوع البيولوجي المرافق للمرسوم رقم 81 لسنة 2020 وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2018 وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون فيما قرر المجلس إعادة التقرير التكملي للجنة المرافق العامة والبيئة المادة المستحدث رقم 12 مكرراً والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشان تنظيم صيد والسغلال وحماية الثروة البحرية وذلك لمزيداً من الدراسة المشروع هو تأديلات على قانون الإفلاس والتنظيم وعارة التنظيم اللجنة ناقشت الموضوع حقيقة وطلعت على كل التفاصيل واجتمعت أيضاً مع الوزير العدل وكانت فيه مناقشة لمواضيع الاقتراح بقانون ومدى سلامتها أو مدى مناءمتها النقدة الرئيسية التي كانت هي أن هناك اقتراح بقانون ملائم للتعديل لكن جاء فيه بشكل سريع جداً على تطبيق القانون نفسه القانون لم يمرضي عليها أكثر من سنتين وطبعاً مرين نحن في سنوات أيضاً الآن الثلاث سنتين كانت فيها صعوبة بسبب الجائحة ولذلك لم يكن هناك مجال لاختبار التطبيق العملي لهذا القانون اقتناعت اللجنة بما قاله موزير العدل وطبعاً هذا مرفوض من حيث المبدأ من قبل مجلس النواب فما يمكن الاستمرار فيه ذلك وصلت اللجنة إلى قناة أنه مؤقتاً الموضوع ممكن ينتهي وبالتالي اقترحت أو أوصت بأيضاً المجلس أن يرفض من حيث المبدأ ترجمة نانسي قنقر